اسم الدرس تصنيف الحيوانات حسب تنوع الغذاء الذي تعيش عليه عاشبة لاحمة كالشة التغذية الموضوع تصنيف الحيوانات حسب تنوع الغذاء الذي تعيش عليه عاشبة لاحمة كالشة الهدف تصنيف الحيوانات حسب نوع الغذاء الذي تعيش عليه أولاً أبحاث ابني بطاقة متابعة واذكر فيه ما تتغذى عليه القطة والخروف طيلة يوم كامل ماذا تلاحظ؟ الإجابة ما تتغذى عليه القطة الطيور السحالي القوارد من الفئران والجرزان ما يتغذى عليه الخروف العشب أوراق الأشجار النباتات الصغيرة الحبوب الثمار ملاحظة ما قدمناه من أنواع غذاء القطة هو الغذاء الطبيعي الذي تتغذى عليه هذه السنوريات لكن بالنسبة لتغذية القطة الأليفة فهي تستطيع إلى حد ما أن تأكل من بعض الطعام الذي يأكل منه الإنسان فهي قادرة على أكل معظم اللحوم المطهوة السمك وتستطيع أن تتغذى على الحليب والأجبان وجميع منتجات الألبان نلاحظ أن طبيعة غذاء القطة تختلف عن الخروف فالقطة تعتبر حيوانات لاحمة فهي طقتات فقط على الكائنات الصغيرة مثل ما ذكرناها أعلاه بينما الخروف يتغذى على كل ما هو عشب أخضر ونباتات فهو حيوان عاشب ابني بطاقة متابعة واذكر فيها ما تتغذى عليه عائلتكم طيلة يوم كامل ماذا تلاحظ؟ الإجابة الوجبات ما تتغذى عليه عائلتنا في الصباح كأس من الحليب الجبن البيض كطعة من الخبز العسال عند منتصف النهار الكسكسي شريحة من اللحم تفاحة صلطة خضروات طازجة عند العشاء شربة كطعة خبز كأس عصير الغلال ألاحظ أن الإنسان يستطيع أكل جميع أنواع الغذاء من لحوم وخضروات وألبان لماذا تتغذى بعض الحيوانات على الأعشاب فقط؟ الإجابة الإجابة تتغذى بعض الحيوانات على الأعشاب فقط لأن لها قواطع وطواحن في فكيها تساعدها على ذلك وليس لها أنياب ثانياً الإشكالية قدم نور لقطته خصاً وشطير الطماطم فامتنعت القطة عن الأكل ثالثاً الإجابة امتنعت القطة عن الأكل لأنها لا تتغذى على الخضروات فهي حيوان لاحم رابعاً أتثبت لاحظ ما تتغذى عليه الدجاجة الإجابة الإجابة يتغذى الدجاج على الحبوب بأنواعها كالقمح والشعير والذر البيضاء والعدس ويأكل البقول المجروشة بأنواعها كما يأكل بقايا البيت من أرز وخبز وجميع الأطعمة يأكل الخضار والفواكه بأنواعها ويأكل الورقيات كالبقدونس والخص والكراس والبصل الأخضر كما يقتات من بعض الديدان والضفادع صغيرة الحجم قارن بين غذاء الدجاجة والقطة ماذا تلاحظ؟ الإجابة نلاحظ اختلاف كبير بين غذاء الدجاجة والقطة فالدجاجة تتغذى على جميع أنواع الأطعم المتوفرة من حبوب وبقايا الأطعم المطهوة في حين يكتفي القط باستياد العصافير وأكل القوارد وما وجد من بقايا العظام واللحم المطبوخ إن كان القط أليفاً أنقل المخططين التاليين وأعمرهما بغل، دجاجة، الغذاء الذي يشتركان فيه كلب، دب، الغذاء الذي يشتركان فيه بغل، دجاجة، الغذاء الذي يشتركان فيه أكل الحبوب والورقيات، بعض الأعشاب كلب، دب، الغذاء الذي يشتركان فيه أكل اللحوم خامساً، أطبق أنقل الجدول التالي وأعمره تتغذى على اللحوم، تتغذى على الأعشاب، تتغذى على اللحوم وعلى الأعشاب الإجابة، تتغذى على اللحوم، الأسد، القرش، تتغذى على الأعشاب، البقرة، الفيل، تتغذى على اللحوم وعلى الأعشاب، الدب، الخنزير، الدجاج هل أن كل الحيوانات ضخمة الجثة تتغذى على اللحوم؟ أعلّل إجابتك الإجابة، لا، ليس كل الحيوانات ضخمة الجثة تتغذى على اللحوم، فالخنزير مثلاً، يتغذى على مصدرين من الغذاء، مصدر نباتي ومصدر حيواني، الحصان والفيل والبقرة تتغذى على الأعشاب، أتمّم أسد يتغذى على عشب، دجاجة الإجابة أسد يتغذى على الغزال، الغزال يتغذى على عشب، الثعلب يتغذى على دجاجة، والكلب يتغذى على دجاجة، سادساً، أعلم الضفطعة تتغذى على الحشرات التي تلتقطها بلسانها الطويل، بعض الأنواع الضخمة منها تتغذى على ضفاضع أخرى أو على بعض الأسماك، للطيور فوائد كثيرة، فمنها ما يتغذى على جثث الحيوانات والعقارب والثعابين سابعاً، أقيم مكتسباتي سأل رمزي أخاه نوراً أيها أقوى، الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب أم الحيوانات التي تتغذى على اللحوم؟ أجابه نور قائلاً، الحيوانات اللاحمة أقوى ما رأيك في الإجابة؟ علل بأمثلة الإجابة لا يمكن القول بأن حيوان لاحم أقوى من حيوان عاشب أو أن حيوان عاشب أقوى من حيوان لاحم فلكل حيوان نقاط قوة يمتاز بها عن الحيوان الآخر فالحيوانات اللاحمة تكون غالباً رواكذ سريعة رشيقة ذات مخالب قوية ينظر أن تتمكن الفريسة من الخلاص منها وتتميز غالباً بحاسة شم وبصر غاية في التطور والكمال لها أنياب طويلة وحادة والحيوانات العاشبة تكون أغلبها من الثدييات كبيرة الحجم لكن هذا لا يمنع من قول أن البقرة مثلاً أقوى من القط لكبر حجمها والكلب أقوى من الخروف رغم تقارب حجمهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر